السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي قناة مملكة حسناء كنتمنى والله يلقاكم الفيديو بخير وعلى خير ويتقبل الله من الجميع يا ربي كيف تشوفوا معي ان شاء الله في هذا الفيديو وكيف تشوفوا الصور بيت نحطر معاكم هاد المسيم المنات اللي صراحة كي يجيو زوينين ومتنوى الجاميع بطريقة اللي بسيطة تنوعوا بها في الطبلة ديال فطور العيد تفرحوا بها الأهل والأحباب والوليدات هنا يا كيف تشوفوا ردرت جينة واحدة قسمت على جوج ديال أنواع ديال يعني ديال الفطائر كمسيم من اللي مربحة كي اللي كي يبغي المسمن وكيف يبغي الملاوي وكيف تشوفوا معي في الفيديو وسهلة يعني أي واحد يقدر ديال الملوي وخي يكون معمروا مع عجين ديال المسمن لا طريقة ديال المسمن ولا طريقة ديال الملاوي بجوجهم ساهلين وبساط للمبتدئات وأفكار جديدة للنس بارك الله اللي زعمها دائما كي يخدموا المسمن وهذا كنتمنى من الله هنا الإعجاب ديالكم وتشتركوا معي في القناة ومدعموني واحد لايك واحد الكومنتيغ يكون محفز ونشار نقول لكم نهاركم مبروك وتبعوا الفيديو من الأول حتى للأخر وفرجة ممتعة كيف كتشوفوا معي هنا يدرت واحد القصرية عندي فيها ثلاثة ديال زليف ديال الفورس نحن الزليف ارنا الفورس راني مغرب له دائما كنغرب للطحين انا فباش كنجيبوه مين كنشريه كنغرب له وكندوله في سطولة يعني باش نمقاش كل مرة نجبض الغربار والرون التانية موهم إنسان شي كيتتعلم في الحياة قدرت ثلاثة ديال الزليف ديال الدقيق ديال الفورس وغندير زلافة عامرة بالفينو كيف كتشوفوا هيا زلافة عامرة مسوحة بالفينو وغندير واحد معلقة كبيرة ديال الملحة وطبيعة الحال الملحة دائما كتبقى على حساب الضوغ هنا يا غادين ذاك الفورس والقبح هنحاول نخلطهم وغادي نعجنهم بالماء بارد ماء بارد ديال الروبيني هنا يا بغيت ندير واحد معلقة ديال السكر سانيدة ولا معلقة ديال العسل اللي متوفر هذا غير كيعطي للمسمن واحد اللي هو المدهب وزوين وهناي كي بغيت لكم الماء ديال الروبيني ففي غنجمع لعجينة ديالي بشوية 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 القيز ديال الماء القيز ديال الماء مع مرنا ما كنت حكمو فيه كنت حكمو حنا في ايد دينا ما كتكون كتجمع في العجينة عندما كتشوفو عند تدور قاوم ديال المسمن خاصو يكون شوية شاد فراز ما يكونش خفيف علاش الى درتو خفيف وخليتوها ترتاح غتزيد العجينة تخفيف وغتجيكم مزوينش في التقراث ولكن لاخرتو العجينة قاسح شوية شاد فرازها والوقت اللي كتخليوها ترتاح هي كتزيد تلق وكتترتاح هنا هي المسمن ريما ديالكسومة ولا غير جمعت العجينة تقريبا خمسة ديال دقيق صافي ديت لها الفيلم علي مانتين ودروا البلاستيكا وحطيتها وغطيتها هنا من بعد العجينة ارتحت هنا انا كنت بغى نخرج نتقدشي حاجة عجينتها في تسعود ديال الصباح وهناي انا جيت لها مع الجوج يعني را من تسعود حتى الجوج وهي واخدة حقها واخدة راحتها باش ترتاح انتو ما كيف كتشوفو راني مدلكتاش والله هي مدلكتها ولكن تلكت الراسها بالراحة اللي ارتاحة انتو ما كيف كتشوفو اي عجينة الى السيكية غن ندخلها غير شوية بعضياتها تنساجم وان شاء الله ونكمل معاكم انا غن نحي حية القصرية ومسحت البوطة جيم زيان وغن ندهنها بشوية ديال الزيت كيف تشوفو راها طاعة وطبيعة الحار رامي غن نورقها غذين زيت انها ترتاح وغذين غتوني ورقها صافي غن نقوم لهاد الكيمياء اللي دل ديال تلد سلايف وزلافة ديال فينو عجينتها وخليتها كيف كدلكم ترتاح غذين قسمع لش ديال الحيصاس حيصة غن ندير بها الملاوي وحيصة غن ندير بها المسمن مربع تمي كتحطوش انواع ديال المسمن في الطابلة سبحان الله كتتحسي براتكو حالا راح حطها بزاف وخغير منتوج واحد كيف كنقولو ولكن سبحان الله صراحة كيبن تشكلها زوين صافي هاد النصف الاول ندير للبلاستيكة باش ممقوش نضيعوها غالي كالبلاستيكة اللي استعملت كنبقى نستعملها صافي تلسال وكتلاح هنا الوقت اللي خليت العجينة التساح لانا صارحة المسمن كيبغير راحة اخير عشنو خلوه يرتاح وغاد تفكروني وغاد دعو معي لانا المسمن ما خاسكوش ما تخدمو فيه هو تو ما تجبدو هو يجب انتو ما تجروا هو يجر لا خاس العجينة تكون خفيفة تلعبي بها ما تخافيش منه صافي هنيا غدي نقصم هاد الحيصص يعني يعني ديب اللي بول لحسب ديب غيت انايا ولكن ديب الملوي غنقطعهم شوية وافيا لانا هادك كل بول غنقرج منه جميلة وية صغار صافي هنيا انا ياد عن داروري تساعنو بالزيت داروري خسكم تتحنو بالزيت جوج 4-6-8-10 خرجو لي هادك الكيمي دي المسمن عشرة دي المسمنات صراحة جاو زوينين صافي هندوز نقطع الملوي كيب قلت لكم هنقطع شوية وافي حيث احنا كل بول غنخرج منه جديد الملويات هنوريكم الطريقة غير تتبعوه معي الفيديو على طريقة بسيطة وسهلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باسم صفينا من بعد اغطيتهم وخليتهم كيرتاحوا هنغاندل واحد الخلطة استعملوها اصحاب المحلات وصارح ها كتجي زوينه وموتخليه نسم من زوين كنديرو مش معلقة دي الفورص ودرت ربعات المعالقة دي الفينو فحرش رش وغنديل في واحد الخمارة وغنخلطوه مزيان هو اللي غادي نفرق بيه ان شاء الله اللي مسمين وغنفرق بيه الملوي هانتوما خلطوه مزيان ذي كلاس فورس مع الفينو مع الخمارة هنا هي الزبدة نادرت زبدة سبيسيال حتى عدي اللي ما عندو يدير لده يدير ماماتي يدير لابريري مهم كل شي زبادي اللي ما عندو بشرية اللي كل واحد يشري على قدو كل واحد يشري على قدو حتى اللي ما بغاش يدير الزبدة يدير الزيت الزيت كي يجيته هو رائع وشنا الله نجربوه ونديرو معاكم دو تشوفو اهوال مسمين تبارك الله مرتاح انتم مشيه انا كان قررس فيه هو غير بوحدو تبارك الله وصلاعن بي معاون معايا يعني ماشي كان بخانا نجر هو يجر لا سوف يستمر بها الطريقة حتى غنقرسها مزيان خاص البوتاجي يولي كيبان هنا ده هو التوراق اللي كي خلي المسمن كي يجي مورق لانك تبقى تقرسي فيه ما كتقرج واحد ملاحظة الشي المسمن ما تقرسوهش غير يعني بحال كتخرجوه من الداخل على برا يقدفعوا العجينة انتم كيب كتشوفو بحال العجينة كنجبدوها انا غنحيد البلاتو باش نخدم على خاطري وانتي يبقى تجروا العجينة ما تخافوش من العجينة شوف عجينة المسمن اللي كانت مرتاحة لعبو فكي بغيتو ما تخلعكمش لان من بعد ميكا طويوها قاعدك العيوب والتقابلة التقبط كل شي كل شي كل شي كيتدرق ولكن راه السر ان المسمن يتورق راه كيجي مسمن واعر وزوين ولكن الان درتو تقريصة غير خفيفة باقي غلاد كوني اكيد راه كيجي مدقص كيجي مدقص سافي هنا يا انتوما كيف كتشوفو المسمنة بارك الله را كتباليكم انتوما في الكاميرا مالبوطة عجيشتي كلها ورقتها مزيان كندير هادك الزبدة اللي انا درتها بشوية ديال زيت وكندير داك الفينو والفورس والخمارة وكنطوي هنطويها بحالة غنطوي بسمنا مربعة عادية وحنا كان طويو وحنا كان دهنو يدينا وكان قرسو مشي غير كان جو طوي صافي الا كان طويو جنيبة اللي خارجي تقدوهم واللي مهم راتوما كتخدمو انتوما كتشوفو شنو خاص صافي كان طوي بحش كلم تسمنا مربعة وكان عود نطوي الطوية تالتة يعني انطوي مره مره على ليمن مره على ليصر وهادك ليمن وليصر جمعتم في الطوية واحدة وغادي نخليها ترتاح انتوما كيف شتو يراملتها حاول لكن انا غنزيد نخليها ترتاح وغنعود نخدم واحدة اخرى ان شاء الله معاكم انتوما كيف كتشوفو تبارك الله العجينة رطائعة ومرتاحة اللي بغى تدير المسمن انا كنوصي ونعاود اللي بغى تدير المسمن تعجي العجينة بكريه وتديرها في ميكا وتجمع دارها وتقدر مسائل ديالها وتسخر وتسافر وتجي ها مشي تسافر بدين اخرق لا لا تسافر على الحانوات ولا مهم والله العظيم زعما صارحة ها رالاخ اللي تعجي نرتاحة صافي نسوا المشاكل ديال المسمن عاف شنينش تنسوهم تنسوهم هانتوما انا كيف شفتو ارا تبارك الله انتوما البوطاجي كيبان من المسمنة صافي بدات شوي ديال زبدة وزيت درد شوي ديال الفين والفورس غير هو منت في الدردي ديال الفين والفورس حاولوا ما تتكتروش بش ما تبغي طيب المسمنة تلقفين تنفخ ما تلقاش تقل حتى بحركة تقال المسمنة مكت قدش تنو سافي طويا اللي من طويا على الليسر وكنجمع طويا على طويا سافي وكنخليها عودتاني ترتاح بحال صاحب الزهط صديقات ديالها سافي غنرجع الملوية اللولة انتوما كيف كتشوفو را ما تخافوش من اللبس من اللعبو بيه لعبو بيه ما تخافوش منو عنتوما صافي وكنجمعوه بحال طريقة بحال شكل مستطيل انتوما وهذاك لقونت الخراني ضاروري كتورقوه كتدخلوه من جناب انتوما إلا بغيت يدروا ملوية كبار يعني ديال الكاسكروت ببغيش بقاو تصغروا ركا هادي كتديروها ملوية انا لانا حيت العيد اذاك عارفين كيبغي واحد ياخدو حي دا وكن بنادم باقي مولف على الصيام ندرتهم غير ملوية صغار هاديك الملوية قطعتها بالموز على جوجو قطعتني جوج ملوية صغار غير باش نختصر الوقت وغير باش ما نتمحنش فالتقراز كتر انا ان شاء الله غنستمر بات طريقة حتى غنكمل كله وغندوز نقرز معاكم المسمن اللي حتى هو طريقة سهلة وبسيطة اشتركوا في القناة 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 كيف تشوفو هنا يا من بعد ما كملت الملاوي مباشرة دس كنقرس المسلم من الصغير تهو حاولو ما تقرسوش يعني خلو شوية فيه يعني شوية تقيل يعني ما يكونش رقيق بزاف حيث لكن رقيق بزاف ميكي طيب كيولي في شكال خاصو يكون شوية مهبر وحاولو جناب ضربو جناب ما تخلوش جناب اغلاد بزاف را دائما الغلد يكون في جناب صافي دائما كان بقون دهنب شوية ديال الزيت كان رشو شوية ديال الزيت وكان قلبو الملوية ولكن قلبو المسلمين وكان قلبو شوية بشوية حتى كنكملو انا هنا غنقل معكم السمنتو وتشوفوا الطريقة ديالو عنثوما سباتل يا غشوفوا الاشي اللي اجينا واخد بحكم تخافوش منا تخافوش من اللي اجينا عمركم ما تخافو منا غير ما تتحركوش ايديكم بالمقلة تخافوش منا هنا الملوي بن بعد ما تحطيتو عمرت المقلة كان جمعوهم في دقاء وكان نضربوهم بحل وكان هويهم باج كي تحل ذاك الملاوي كي تحل عنثوما شو كلهم هوي يا تبارك الله كلهم حلولة غير باقي سخون وما قدرتش عديد ديالك عارفين مع تعمل ديال رمديال يدينكي طيبو شتي كله سبارك الله جم هوي شكرا لكم شكرا لكم عيد مبارك سعيد الصحاء والعافية والهنا والله تقبل من الجميع والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة